السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم مرحبا بكل متابعين على قناتي وليد فتوز موضوع حلقتنا اليوم مجرد رد عام على بعض التعليقات اللي وصلتني في اليوتيوب على معظم الحلقات أنا بانتقي بعض اللي هي مثل ما تقولون تعليقات أو حتى الاستفسارات اللي قد تفيد الكل وما أحب أنها تتكرر على الأقل تكون في حلقة شاملة أو مو بشاملة خلنا نقول أن حلقة لمب هاي المواضيع اللي أنتو تحتاجون تعرفون عنها خلوني أبدأ بشكل عام أنا مرح أقول منو الشخص اللي قايل لكن بلخص بعض الأسئلة وبرد عليها بطريقة يعني تكون إن شاء الله مفيدة وتوصل الإجابة بطريقة شافية كذا السؤال وصلني أو استفسار عن إعدادات الـ DJI الدرون كيف أنت تقولي الإعدادات بهاي الطريقة والإعدادات بهاي الطريقة خلونا نكون واضحين اليوم يوم أنت تتصور صور معينة قد تفرق أنت تستخدم فتحة عدسة معينة رقم معين الشتر سبيد معين الـ ISO معين هذا اللي أنت تشوفه من وجهة نظرك إنها التصوير المناسب أنا لما أتكلم عن إعدادات أتكلم عن إعدادات أشوفها مناسبة من تصويري أنا وحبيت أشرحها للمتابعين عن طريقة التصوير بهذه الإعدادات أنت بإمكانك تجرب وتشوف أفضل إعدادات تتناسب مع تصويرك واهتمامك وعقب تقول أن هذه الإعدادات المناسبة لي أنت لو ترجع لليوتيوب راح تشوف كثير من شرحات وكل شخص يشرح بطريقته وكل إعدادات تفرق فالإنسب لك أنت خذها من الإعدادات وطبقها كذلك في الـ DGI أتيني استفسارات كم سعرها من وين أشتريها لا تعب عمرك على طول ادخل على موقع DGI وشوف الأسعار عندهم هناك بالدولار فأنت شوفها وإذا تناسبك وقد يكون بيعها عندك في الدولة بسعر مناسب يمكن يكون أفضل وأرخص عن سعر الـ DGI لا تنسى عندما تحسب سعر اللي هي شراء من موقع الـ DGI أحسب تكلفة الشحن وكذلك خذها بالاعتبار إذا كانت هناك أي جراءات في الجمارك يمكن يأخذون عليك رسوم يمكن تطلب منك تصاريح معينة فلازم تأخذها بعين الاعتبار على تطبيق اللوما فيوجين هناك استفسارات يتني هل هو يدعم اللغة العربية هو يدعم اللغة العربية من حيث النصوص كتابة النصوص الفيديو ولكن للأسف ما تقدر تغير اللي هي الحقول أو القائمة باللغة العربية بعض الأحيان توصني استفسارات عن الكاميرات مثلا يقولك الكاميرا هذه أفضل عن هذه أو لا دائما الكاميرا يا أخوان تعتمد على شو اللي انت رح تستخدم في الكاميرا والميزانية اللي حاطناها في حد عنده ميزانية مفتوحة ممكن يشتري كاميرات بأسعار غالية وفي حد يريد أن يستخدم استخدام بسيط فليش يكلف نفسه يشتري كاميرات بأسعار غالية وهو في النهاية رح يستخدمها استخدام بسيط فهي من النصايح اللي أنا أتمنى تنتبه لها في أثناء الشراء واختيار الكاميرا شوفوا الرابط اللي فوق في هاي الحلقة متى تغير كاميرتك فممكن تستفيد ويفيدك ويرد على إجابات تكون الإجابات هاي مفيدة لكم أنتم فيها أنا على موضوع وايد وايد أتيني عليه استفسارات وأحس بعض الأحيان أن في ناس توجه لي مثل يعني لوم يعني أنت تقول كذا وكذا لكن ما يتطبق ولا نحصل شي بيع الصور في هذه المواقع مبهو بشكل دائم هو يعتمد على نوع الصور وعلى اهتمام الناس واللي تبقى تشتري هذه الصور لا تتوقع أنك تحط ألف صورة ويشترون من كل ألف صورة ولا تتوقع أنك حطيت اليوم 600 صورة وقبلت جميعا راح يتم الشراء منها لهالسبب أنا فيه شرح قلت لكم مدخلوا على موقع ثاني موقع جميل فهي يعني أنت لازم تشوف الحلقات إذا ما شفت الحلقات هذه وما تابعتها بتكون فعلا بتكون عندك استفسارات فالبعض حسبي لو أمني لما يقولي أنا صوري حين صار لها يمكن فترة وكلها يعني في الماركت ولكن للأسف ولا وحدة تم عليها البيع عادي عادي هذا الشيء طبيعي أنت من خلال هذا الموقع ما تفكر في الربح الدائم يعني أنت ما تداخل بطريقة أنك أنت محترف راح تبيع صور أنت داش تعرض صور وهاي الصور وأنت هاوي تتمنى أن تنباع فإذا انباعت صورة صورتين فشو يشجعك على الاستمرار في التصوير كذلك أتيني يعني مثلا استفسارات عن الهواوي بالنسبة للدرس اللي تكلمت عن التصوير الليلي صراحة في هذه الأيام أنا ما عرفت شو الفرق في التصوير الليلي وكيف الطريقة وهذا وصارت عندي شكالية ولكن والله الحمد بعد ما عرفت أنه فيه يعني تثبيت للفوكس والإضاءة وضبطت عندي صورة فقلت لكم شرحت في حلقة بعد هاي العلقة وقلت لكم شو كيف طريقة التصوير الليلي إن شاء الله أنا بحاول قد ما أقدر أسوي فيديو عن تصوير الهواوي البي فورتي برو عندي هذا التلفون وراح تكون لي حلقة أتكلم عن المزايا ولكن بتكون حلقة ثانية خارجية تصوير وتجربة لهذا التلفون وخصوصا التصوير الليلي إحنا اليوم إن شاء الله يعني بوعدكم أنه بتكون لي حلقة ولكن متى ما بحدد لأنه تحتاج طلعة وتحتاج حين والفترة هذه إحنا فترة شوية نعاني فيها من مثل ما تقولون هذا المرض والله يجير الجميع ويحفظكم ولازم شوية نيلس في البيت ونستفيد من جلسة البيت ومثل ما يقولون أن نتعلم بعض الأمور في التصوير في البيت أتمنى أنا أعطيتكم بعض الإجابات وهذا الفيديو يعني مخصص حق الناس اللي تستفسر كثير ويمكن أنا ما قلت منه الأشخاص اللي يسألوني ولكن حبيت أعطيكم مواضيع معينة عشان تستفيدون أنتو وتكون إجابة عامة ما تكون إجابة خاصة لشخص معين وفي ختام هذه الحلقة أتمنى لكم التوفيق وأتمنى إن شاء الله كنت خفيف عليكم في الحلقة ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة مع ألف سلامة شكرا